اهلا بكم الجديد مشاهدين الى موجزن الى الامباء من تلفزيون النهار وإليكم التفاصيل اعلن الرئيس الفرنسي فرانسو هولوند عن اطلاق صراح فرانسيس كولوم والذي كان مختطفا في نيجيريا لدى جماعة انصار يدين منذ شهر ديسمبر من سنة 2012 هذا وقد اعلن رئيس الفرنسي فرانسو هولوند انه امر وزير الخارج الفرنسي العنفابيوس امره بالانتقال الى نيجيريا لاستقبال الرئيس الفرنسي فرانسيس كولوم عودة الى اقبالنا الوطنية حيث تتوصل موجة البرد والامطار التي تمس ولايات الشمال حيث اكدت مصالح والحماية المدنية لتلفزيون النهار انها تمكنت ليلة امس من اجلاء 53 عائلة بولاية جيجل كانت منازلهم مهددة بالانهيار بسبب انزلاق التربة اصدر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يعين بمجبها سيد سليمان بودي رئيسا اول للمحكمة العليا خلفا لسيد قدر بالراجع الذي انهيت مهمه حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية واوضح ذات والبيان ان هذا تعيين جاء بناء على حكم المدى ثمانين وسبعين سبعة من دستور وكذلك المدى التاسعة والاربعين من القانون العضوي سفر اربعة احد عشر والمؤرخ في السادس من سبتمبر من سنة الفين واربعة والمتضمن القانون الاساسي للقضاء الى شان المغربي وبعد ان وجدت الرباط نفسها في عزلة على خلفية تزايد الضغوط الدولية عليها حول انتهاكات اجهزتها القمعية في الاراضي الصحراوية المحتلة عادة السلطات المغربية من جديد للتحمل على الجزائر اين تحدث وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار في حوار نشرته مجلة جونفخيك عن مزاعمة تتعلق بانتهاك الجزائر لحقوق الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين بتندوف الخارجية والمغربية وصلت سياسة الهروب للامام حيث تحامل وزير خارجية المغرب على الجزائر من خلال وصف تصريحات مسؤولين جزائريين حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية بالاكذيب وفي سياق ضيسلة توجى تشغل الندوة الاوروبية الثامنة وثلاثين لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي أوكوكو باتفاقي المشاركين على تحريك دعوة قضائية ضد المغرب أمام المحكمة الأوروبية وهو إجراء جديد من شأنه وضع حد للإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية وفي هذا صدد قال بيار غالان رئيس الندوة روما لدعم تنسيق من أجل القضية الصحراوية ونائب في البرلمان الأوروبي عن بلجيكا قال بأن هناك نية فعلية في متابعة المخزن قانونيا وهو إجراء يهدف إلى فضح التجاوزات التي يرتكبها المغرب يوميا في حق الشعب الصحراوي الأعزل إذا وقف المغرب أمام المحاكمة الدولية فهذا يعني أنه مدان وهو أمر مهم كما أضف غالان أن المغرب اليوم في موقف ضعف حيث بدأ يفقد الدعم الفرنسي بما أن سياسة الحكومة الفرنسية الحالية برئاسة الرئيس الفرنسي فرنسو أولند مغيرة لسياسة رئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى قطاع النقل حيث كشف المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي لتلفزيون النهار أن الشركة قامت بتخفيضاتنا على جميع الرحلات المتوجهة خارج الوطن والتي تصل حتى 50% المزيد في ميكروفون كامل جفال هي تخفيضات رهية حاليا معمول بها معمول بها أساسا من كل المحطات الجزائرية وعملنا طرق جدد بالنسبة لإسطنبول وعملنا كم يقولون عن ديفلوبمون ديفول دير الجيري وبدون شكا هذا الديفلوبمون هذا يجي مع عروض لا بد تجلب انتباه للناس اللي بدها تسافر إن شاء الله ولكن فيها تخفيضات تخفيضات تقدر تلحق ما بين 50% و60% وهذا يتعامل مع عملية الطلب والعرض ولكن التسعيرات بالنسبة من الجزائر للخارج رأي مفعول ورأي سارية للمفعولتها وفي ذات سياق أعلن المدير والتجاري للخطوط الجوية الجزائرية عن وجود مخطط جديد لتطوير شركة على مدار خمس سنوات يتمثل في فتح خطوط جديدة وكذلك اقتناء 16 طائرة جديدة في سنة 2014 كمال جفال ثانية هو المخطط على الخطوط الجوية الجزائرية هو الديفلوم هو يكون على أساس أنه بدنا في برنامج هو البرنامج تعله الديفلوم موضي للا كومباني من دم في سور سين كون وهذا البرنامج هذا مخطط فيه أنه نفتح طرق جديدة في الصيف الجاي إن شاء الله يكون الطرق جديدة منها فييرنا ومنها لسبون إن شاء الله هو كين برنامج لكي الخطوط الجوية الجزائرية تعمل اقتناء طائرات هو برنامج يخص حوالي 16 طائرة وطائرات هذه ما كين 150 مقعد وأيضا حوالي 70 مقعد أيضا هذه الطائرات الآن رأنا في حالة في عملنا الأسس عملنا كل الأشياء اللي لابد تتعمل إن شاء الله ما بين 2014 إن شاء الله وتروح ولكن بالتدقيق ما نقدر نقول لك كيف رح يتعمل لأن الأمور رحي سريعة اقتناء هذا البرنامج هذا يتعالي طائرات بأب كفيف مقعد بطال وطفل بمرض عضال تواجه عائلة من 11 فردا بلد البيض القارس تحت خيمة من القش والجلد بالقرب من المركز الجامعي لمدينة البيض في ظل تجاهل سلطة ولاية البيض لها رغم دخولها عامها الخمس في هذه الوضعية العائلة في ظل فقرها وعوزها تلجأ إلى الأخشاب والألواح من بقية شغال ورشات البناء المجاورة لها لتوفر الدفء لأجسادها التي أنهكها البرد والجوع تقرير نوردين أحماني أكثر الأماكن المعبرة عن البؤس والحرمان بولاية البيض هي خيمة مصطفاوي الدين أب كفيف وعاطن عن العمل والذي يعين 11 طفلا بينهم طفل مصاب بمرض العضال سلطات البيض أسقطت هذه العائلة من حساباتها لتواجه برد البيض القارص تحت خيمة لا تقي بردا ولا حرا ولا تجد سوى بقايا أخشاب ورشات الأشغال المجاورة لها لتبعث الحرارة في أجساد أنهكها الجوع والبرد قلت لك البرد نقاوموه صبر نيشان صابرين صابرين له وكتننا نيشان والله العظيم الله كتننا تعيي الدير في النار دقم اللي تطلع الشمش من الستة نتاع الصباح تنصدد الذراري وهي اللوح يقدي ودخان ودو السيمة فيها القبراء فيها قيم مرض طيبوا عليه الماكلة صابرين نيشان مقاومينه في الصبر ما عدنا ما نديره أنا راني مريض وراني نروح السعيدة كل 15 نيوم معالج وما طبقتش ما الحكتش ديركت خلاص قال لي الطبيب بتاع السعيدة عاود العملية قدرتها النبلة وقال لي عاودها أي يوم ما نطيقش نعاودها ما عندي شبه نعاودها العائلة التي تدخل عامها الخامس وسط ظروفها المزرية لم يلتفت إليها أي مسؤول بولاية البيض قلت لك راني في ربع سنين ورايحين للخامس في هذه البلاصة هاي ونفيذ بذات واحد من المسؤولين تاع البيض والوالي والمير والله ما وقفش علينه ما شفش حالتنا كيرانا دير ما طلوا علينه ماذا بهم وكي يجي المطر قاية ساعة المطر يجي قاية طلوا علينه في الحالة اللي نكونوا فيها في وقت المطر يقعد معنا قاية نصف ساعة يشوف الكاريثة اللي هتصران نحن في المطر هي عائلة تفترش الأرض وتلتحف البرد يبقى أملها أن يستيقظ ضمير سلطات ولاية البيض لتمنحها سكانا يخلصها من الجحيم الذي تعيش فيه نختم الموجز إيمان بالحدث الكروي في الجزائر حيث في مختلف مدن ولاية أم البواقع عربة شوية عن استعدادهم الكبير لمناصرة المنتخب الوطني في مواجهة بورك نفاسو وهذا بوضع الأعلام الوطني العملاق على شرفات وكذلك المحلات وسط أجواء مميزة ينقلها لنا الزميل رشيد مقدم تحسبا لمباراة الخضر أمام بورك نفاسو في إياب الدور الحاسمي المؤهل لمونديال 2014 بالبرازيل راية وطنية خفاقة في كل مدن ولاية أم البواقي فمناصرة المنتخب الوطني لكرة القدم أمانة في أعناق الأنصار والتي تمنح المنتخب الجزائر أفضلية معنوية في مواجهة قدرة الخيول شباب بلدية أم البواقي وعلى غرار مدن عين مليلة وعين البيضة ومسكيانة وعين الفقرون وسوق العمان على أهبة الاستعداد لمتابعة المباراة والبداية بوضع الأعلام الوطنية العملاقة على الشرفات والمباني وأمل أن يتحقق الهدف أجواء شبابية لنقل مساندة أبناء الشوية إلى لعب المنتخب الوطني والتمانية لهم بالتوفيق والنجاح في تأهل الجزائر إلى الموندير القادم وانتمنىهم لجوار يلعبوا بالقلب برك ما نحبهم لا يلعبوا لا أكل لكن تمنىهم يلعبوا بالقلب بربي إن شاء الله الفوز فهذه المباراة خاطرهم يكون يثبت رواحهم برك بربي نربح واحد ثلاثة ولا ربعة وإحنا يتمنى شباب سيبورتير تأتي حاد الشوية إن شاء الله يا ربي وان تو تري في فالاجير إن شاء الله تحية الجزائر ديما وناس أم بواقرة يحبوا ديكيب ناسيونال وانتمنى إن شاء الله لفوز المنتخب الوطني إن شاء الله أجواء مماثلة تشهدها مختلف بلديات وقرأ أم البواقي قبل مواجهة الحلم بملعب تشاكر أمام بورك نفاسو في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم وبهذه الأجواء المميزة نختم هذا المجلس في أمان إلا السلام عليكم